دكتور مير هل حضرتك أو هل نعتبر أنه رسالة السيد المسيح في زمانها كانت رسالة ثورية يعني كلنا نتفق على أنه السيد المسيح حامل رسالة وشريعة المحبة المحبة رقيقة بطبيعة الحال بس هل كانت كمان رسالة ثورية مغيرة سريعة في إقاعها لأنها رفضت أشكال وممارسات كتير حضرتك وكنتم بتقولها بلا شك بلا أدنى شك كانت ثورية لدرجة لا تتصوريها على كل المستويات والدليل على هذا أن حتى تلميذه عندما انتشروا بعد هذا ينشرون رسالته في ربوع العالم القديم قيل عنهم هؤلاء هم الذين فتنوا المسكونة يعني قلبوا المسكونة فكانت شريعة ثورية وإذا أردت أن أرصد هذه الثورية في إطار المحبة المحبة الحقيقية للإنسان التي لا تسعى إلى استغلالية أو تسعى إلى تحقيق مغنم على حسابه لكن كان يسعى فعلا إلى تطوير الإنسان وتقدم الإنسان يمكن أن أرصد ثورياتها في ثلاث محاور المحور الأول وكان في غاية الوضوح أنه قدم الجوهر عن المظهر والمحور الثاني أنه قدم الإنسان عن الدين والمحور الثالث أنه قدم العقل عن النقل فكان السيد المسيح يركز بشكل مخيف على أهمية الجوهر في عالم يهودي غارق في المظاهر لو عايزة أمثلة أديك أمثلة كثيرة لا أنا عايزة أوقف مش عايزة أمثلة قدم الجوهر على المظهر هنقبلها بس قدم الإنسان على الدين مش دي صادمة شوية صحيح القصة بدأت بأنه التلميذ كانوا جياع وأكلوا يوم السر فابتدأ الفرسيون ينتقدونه ويقولون له كيف يأكلون ويفعلون ما لا يحل في السبوت فكان رده رائع قال لهم اذهبوا وتعلموا إني أريد رحمة لا ذبيحة الله يريد الرحمة للذبيحة والتقدم وبعدين يصرح هذا التصريح الخطير إنما السبت جعل من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت وكأنه يقول إن الإنسان هو القيمة العظمى الله صنع الأديان من أجل خدمة الإنسان وليس خلق الإنسان من أجل خدمة الدين فالدين من أجل تطوير الإنسان وتقدم الإنسان ورقي الإنسان وليس الإنسان من أجل الدين الأولى فيها ارتقاء للإنسان التانية فيها سفك دماء يعني إذا جعلنا الإنسان من أجل الدين لن يكون هناك إلا سفك الدماء إذا صار الدين من أجل الإنسان لن يكون هناك إلا الارتقاء شكرا